محمد على هاشتاق البرنامج يقول أنا متفائل بالصقور الخضر غدا بقيادة المدرب هيرفي رينارد بتقديم مستوى يليق بالكرة السعودية وقد ينتج عن غياب الكابتن سالم الدوسري ولادة نجم جديد للكرة السعودية مروان الصحفي أبو خالد لا شك مروان المستوى التي قدمها في الدور البلجيكي أسعدت الجميع كلنا حريصين على احتراف اللاعب السعودي على انتقال اللاعب السعودي وحريصين على حصول على عدد دقائق بالنسبة اللاعبين لا شك شوف الاحتراف الخارجي لما تحصل على دقائق أكثر نوعية التمارين قوة التمارين لا شك أنه هيكون في تغيير كبير الكابتن مروان من اللاعبة من يومه يعني من يومه حتى كان من فئات السنية هو لاعب إن شاء الله لاعب واعد لاعب جالس يقدم جالس يتحسن بدنيا حتى حكاية التهديف عنده جالسة تزيد بشكل كبير التركيز عنده يكون فهو إضافة إن شاء الله للمنتخب السعودي ولكن لا نحمله أكبر منطقة نقول إنه ممكن يكون عارف إضافة كبيرة للمنتخب السعودي وفارق كبير لا هو ما زال في بداية طريقه ولكنه بصراحة جالس يقدم مستويات كبيرة عندنا أمل إن شاء الله أنه يقدم شوي المنتخب السعودي هو باقي زملاء بأمر الله سبحانه وتعالى وعودتنا الكرة السعودية الكرة السعودية ولا ديغيب نجم يجي نجم آخر إن شاء الله يكمل المشروع سعد زهراني يقول ظروف منتخب أستراليا مشابهة لظروفنا وأستراليا لم تعد بع بع كالسابق هل نشاهد مصعب الجوير في المنتصف وخلف المهاجمين عبدالله الحمدان محمد الدهش شوف علي أعتقد وجود مصعب تواجده ضروري جدا في منتصف الفريق غدا ولكن عبدالله الحمدان أعتقد تواجده غدا لي يفيد المنتخب السعودي من وجهة نظري عبدالله لعب حركي وليس لعب ينهي هجمة نحن نحتاج بكرة زي البريكانز زي صالح الشهري من من أنصاب الفرص يسجل لنا هدف تواجد محمد كنو بسبب قوة القوة الجسمانية لعبة المنتخب الأسترالي لا بد يتواجد محمد كنو في منتصف الملعب كذلك يتواجد البليهي الأجامي كنو موقوف محمد موقوف ما يشارك أعتقد أنه موجود ضمن البعثة بس موقوف 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 موجود في القائمة عشان مباراة اندونوسيا أنت هتلعب مع أستراليا بعدها تطير على اندونوسيا مباشرة أعتقد نحن نحتاج لعيبة مثل لعب الأجامي مثل تنبتكي لعبة قوة جسمانية ضد المنتخب الأسترالي زي ما تفضل أخوي صالح أبو الخاع المنتخب الأسترالي جدا قوي في الكرات العرضية ننتمي من هذه النقطة أتمنى تواجد الحارس المرمى أحمد الكسار كأكثر خبرة من الحراس المتبقيل لعب أكثر مباراة في هذه التصفيات تواجده بشكل مهم غدا في مباراة الغد سليم على الهاشتاغ أو سليم الله أعلم يقول أبشركم أيوة المنتخب بإذن الله فائز اثنين مقابل واحد الله يسمع منك يقول خذوها من ملك التوقعات الله أكبر ومصعب الجوير له دور في الهدافين يا رجل سنرجع لها سنرجع لها في أيضا حيدر أبو طالب يقول في حراسة المرمى يوجد أسماء شابة مثل أحمد الكسار عبد الرحمن الصانبي محمد الربيعي من هو الأجهز لمباراة الغد غرم العمري يعني محمد الدهش يقول الكسار أنت ش تقول والله لا شك شوف الكسار عنده خبرة كبيرة الفترة الأخيرة مع المنتخب عبد الرحمن الصانبي بصراحة جالس يقدم مستويات كبيرة مع النادي الأهلي حتى الفترة اللي لعب عدد مباريات كثيرة كان مندي ما كان يشارك الحارس الكبير إلا أنه في الأهلي ما حسوا أبدا بغياب اللاعب في الصانبي جالس يقدم مستويات كبيرة بكل سراحة الكسار قد يكون خبرة أكثر في المباريات هذه وفي الأول الأخير سيكون القرار قرار مدرب لك أنا أشوف الصان جسمه الكسار هو الأكرب بحكم خبرة وفيه كان مطالبات أول وقبل القائمة حتى مع منشين إنه مشاري سنيور حارس الرائد كان يستحقوا التواجد بعد المستويات اللي قدمها مع الفريق بس اللي موجودين حاليا أنا أشوف أنهم فعلا كلهم يستحقون سراحة الكسار الفترة اللي بات مع المنتخب حمد الربيعي بدأ يلعب الفترة السابقة مع الهلال عبد الرحمن الصامي جالس يشارك مع الأهلي أعتقد أنهم يعني في خياراته بالنسبة للحراس المرمى وهذا لا يقلل من السنيور السنيور جالس يقدم برضه مستويات كبيرة يعني المرحلة القادمة إن شاء الله ممكن يكون متواجد تفضل درجة التفاهم بين الحارس والسناتر أو المدافعين بالمجمل مهمة جدا جدا وخاصة أمام منتخب يلعب العرضيات الكثير ما يبحث عن الاختراقات قد ما يبحث عن العرضيات والكرات العكسية لذلك التفاهم الكبير اللي شفناه بأن أحمد الكسار اللي يملك ثبات عالي وثقة عالية حقيقة من الفراس اللي مهما غاب عن المرمى تلاقيه ثقته كبيرة وعنده ثبات مميز حقيقة ولغة التفاهم بينه وبين السناتر أو خط الدفاع مجملا أنا أعتقد أنها ستكون لها دور كبير كبير في المباراة بالحديث عن مشايري سنيور